اهلا وسهلا ومرحبا بمتتبعي قناة موارد الاستاذ مصطفى في درس جديد من دروس التعبير الكتابي لمستوى الخامس مرجع المنير في الواتية العربية هذه المرة مع مهارة تلخيص نص اخباري والذي سنتطرق فيه لتلخيص نص عاشقة نجوم مجرات لا تنسوا الاعجاب بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس التعبير الكتابي تلخيص نص اخباري اذا اتذكر رحلة مريم الشديد الى القطب المتجمد الجنوبي اذا كما رأينا في نص عاشقة نجوم مجرات الذي تطرق الى رحلة مريم الى القطب المتجمد واهتمام وسائل الاعلام بهذا الحدث الكبير الذي شد اليه ابدار العالم حيث انها اول مغربية وعربية استطعت الوصول لقطب المتجمد الجنوبي نظرا لولاها الشديد بالنجوم وعلم الفلك فكانت هجرتها الى فرنسا من المتابعة دراستها رغم الصعوبات العراقيل وغياب التشجيع من طرف اساتدتها وبهذا تكون مريم شديدية قدوة للمرأة الناجحة اذا استعد للتلخيص النص طلاق متجاة استادي اتمرن انتبه الى النموذج التي تقدمه استادي واستداتي لتعرف مهارة التلخيص النص الاخباري اخطط اقرأ النص الوظيفي عاشقة النجوم ومجرات قراءة فاحصة لا بد من قراءته قراءة فاحصة استعين بالخطاط الاتية لاستعدادا لانجاز المطلوب اذا الخطاط هي على الشكل التالي اذا بالنسبة للخطاط فيتتضمن اولا استخرج المعلومات العامة للنص استخرج المعلومة الاساس لكل فقراء ثم اختار روابط المناسبة وفي الاخير اكتب ملخصي اذا بعد قراءتنا لنص عاشقة النجوم ومجرات سنستعين بهذه الخطاط التي ستساعدنا على تلخيصه اذا اولا استخرج المعلومات العامة للنص بالنسبة للعلومات التي جاءت في النص فيها الشكل التالي رحلة مريم شديد الى القطب المتجمد اهتمام وسائل الاعلام بهذا الحدث ولعوح بمريم شديد للنجوم وعلم الفلك ثم هجرة مريم الى فرنسا من اجل متابعة دراستها وبعد ذلك تحدث النص عن مواجهة مريم شديد لمجموعة من الصعوبات والعراقيل ثم كذلك غياب شجيع من طرف اساتدتها واهليها ومريم شديد نموذج وقدوة للمرأة الناجحة ثم بعد ذلك تقديم مريم شديد لمجموعة من المواصفات الواجب توفرها في المرأة المغربية لتحقيق وبلوغ هدفها اذا هذه الافكار كما جاءت مرتبة في النص سنعتمد عليها في تلخيص النص اذا بعد ذلك استخرجوا المعلومة الاساس لكل فقرة ويعلى الشكل التالي ذكروا الكاتب رحلة مريم شديد للقوة المتجمد كأول عالمة فلك المغربية واهتمام وسائل لاعلام بهذا الحدث تفرد وتمييز مريم شديد بروح تحدي والرؤية العلمية النافذة والمعرفة الدقيقة بالنجوم ابراز الصعوبات التي واجهتها مريم شديد من اجل الانتقال لمتابعة الدراسة في فرنسا بدل غياب الشجيح والمساندة من طرف الاهل والاساسدة المعاناة مع قساوة الظروف المناخية في القطب المتجمد الجنوبي وفي الاخير العالمة مريم شديد نموذج للمرأة المغربية المتميزة بالصبر والتضحية والهادفة الى تشريف الوطن ورفع الراية المغربية عاليا إذن بعد استخراجنا لأفكار الأساس لكل فقرة ننتقل إلى اختيار الروابط المناسبة من أجل صياغ التلخيص مناسب ومنطقي إذن الواو ثم بالإضافة إلى حيث أما من جهة أخرى وفي النهاية وفي الأخير إلى غير ذلك من الروابط التي سنحتاجها إذن تلخيص وفي الأخير نكتب تلخيصنا لنص مريم عاشقة النجوم المجرات تحدث الكاتب عن رحلة مريم شديد إلى القطب المتجمد باعتبار أول امرأة عربية ومغربية واهتمام وسائل الإعلام بهذا الحدث البارز ثم تطرق بعد ذلك إلى سرد ما تتميز به من صفات كالتحدي والرؤية العلمية الثاقبة والمعرفة الدقيقة بالنجوم والمجرات وبعد ذلك انتقل إلى إبراز الصعوبات التي اعترضتها للانتقال متابعة الدراسة بفرنسا في ظل غياب التحفيز والتشجيع من طرف أساتذتها وذويها إضافة إلى معاناتها مع قسوة الظروف المناخية طوال السنوات التي قضتها في القطب المتجمد الجنوبي وفي نهاية النص اعتبر الكاتب مريم شديد نموذجا يحتذا به للمرأة المغربية التي شرفت بلدها المغرب كما تحدث عن الصعاب وتحدث والتي تحدث الصعاب لتحقيق هدفها وبلوغ مناها إذن هذا كل ما يخص مهارة تلخيص نص إخباري حيث رأينا المراحل التي يجب تتبعها من أجل كتابة تلخيص دقيق لنص إخباري انطلاقا من قراءة النص قراءة فاحصة ثم بعد ذلك استعنى بالخططة من أجل استخراج المعلومات العامة للنص ككل ثم بعد ذلك استخراج المعلومة الأساس لكل فقرة ومن ثم اختيار الروابط المناسبة من أجل صياغة النص وفي الأخير نكتب ملخص النص بشكل دقيق ومفصل وواضح إذن أتمنى لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى درس المقبل إن شاء الله من مكون التعبير الكتابي شكرا